بسم الله أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من محاضرتنا النهاردة واللي بنستكمل فيها الكلام عن أنواع أو أشكال وصائط المعلومات البصرية غير المعروضة في الملف الأول أو الجزء الأول اتكلمنا عن النوع أو أول نوع من أنواع وصائط المعلومات البصرية غير المعروضة اللي هي العينات ثم اتكلمنا عن النوع الثاني وهو النمازج وخلاصة القول هنقول أن النوع الثاني اللي هو النمازج ده هو عبارة عن مواد بصرية سلاسية الأبعاد يعني ليها طول وليها عرض وليها ارتفاع طول في عرض في ارتفاع أو طول في عرض في عمق يعني هي عبارة عن صورة تقريبية لأشياء أقرب إلى الواقع التي توجد عليه وتنتج عادة بمقاييس مختلفة علشان في الآخر بتدينا الإحساس بالصورة الحقيقية أو بالصورة المجسمة اللي هي الممثلة للأشياء المعبرة عنه وبرضو ممكن أن احنا بدلا من نسميها النمازج عندنا مصطلح تاني نقدر نسميها به وهو مصطلح المجسمات يعني اللي عايز يقول يسميها نمازج يسميها اللي عايز يسميها مجسمات صح ما هواش غلط تمام طيب وطبعا قد تكون أكبر من الشيء اللي هي بتمثله أو أصغر منه أيا كان المهم إن هي بيبقى حاجة كده قدامنا أو مادة قدامنا ليها طول في عرض في ارتفاع أو في عمق بتعبر عن شيء أصلي أو شيء موجود في الحياة بتاعتنا وقد تكون أكبر من هذا الشيء أو أصغر من هذا الشيء يعني ما بيجيب لبني عربية نموذج عربية ما بيجيبهوش نموذج عربية كبير لا بيبقى أحيانا بيبقى أصغر من العربية الحقيقية فأكبر من الشيء أو أقل من الشيء اللي بتمثله ما فيش أي مشكلة خالص المهم ان هي بتبقى عبارة عن صورة او بتبقى عبارة عن شيء مجسم بيعبر عن الحقيقة او بيصور لي الشيء الحقيقي بقدر معين او الى حد ما عشان يوصل لي الازهام دلوقتي هنتكلم عن النوع التالت او الشكل التالت من اشكال وصائد المعلومات البصرية غير المعروضة والشكل ده طبعا سهل جدا واكيد كلكم او موجود في ازهامكم كلها واكيد شفتوه في المدارس او شفتوه في المكتبات المدرسية او شفتوه في حصص الجغرافية او ما شابه ذلك خلال دراستكم في المدرسة ان الشكل التالت من وصائد المعلومات البصرية غير المعروضة اسمه القرات الارضية القرى الارضية اللي احنا كنا بنشوفها لمتصنعة من البلاستيك او متصنعة مش عارف من اي مادة وطفر المهم ان هي كانت بتديني معلومات جغرافية عن الدول او عن القارة اللي احنا عايشين فيها وعن القارات اللي موجودة في القرى الارضية وعن الدول وما شابه ذلك كانت بتديني معلومات جغرافية قرات الأرضية بتعد من وصائط المعلومات البصرية غير المعروضة المهمة جدا لنا برضو في عملية التعليم والتعلم وطبعا القرات الأرضية فيه واحدة يقولي طب ما القرى الأرضية أنا ممكن أعتبرها نموذج اللي هو مجسم بيصور لي شكل القرى الأرضية ولكن في شكل صغير الحجم أو أصغر الحجم علشان يقرب لي معلومة معنى هقوله صح القرات الأرضية بالفعل هي تعد ضمن أشكال النمازج أو أشكال المجسمات ولكن لأهميتها إحنا جايبينها في شكل مستقل طبعا القرى الأرضية أو القرات الأرضية زيها زي الخرايط ولكن بتختلف عن الخرايط في أنها بتمثل الحقيقة إلى حد كبير إذ أنها تصور الأرض بدون تشويه لشكلها فتظهر قروية الأرض ودورانها حول محوره ولذا فإنها تستخدم بكسرة في تعليم الجغرافية في جميع مراحل التعليم حيث تبين الأشكال الحقيقية والنسب والمسافات وتظهر وحدة العالم طبعا القرات الأرضية اللي احنا شفناها أو تعملنا معاها في منها متصنع من الخشب في منها متصنع من البلاستيك في منها متصنع من المطاط أي كان في منها زات سطح أملس وفي منها زات سطح هلقيه أنه بيوضح التضاريس بتاعة القرات وعماق المحيطات وما شابه ذلك أي كان أن الكرات الأرضية تعد نموذج أو بتعد شكل مهم من أشكال وسائط المعلومات البصرية غير المعروضة وبنستفيد منه في توصيل معلومات جغرافية للطلبة بتوعنا في المدارس أو في الجامعات طيب الشكل طبعا الخرايط دي هنلاقي أنها متوفرة بمواد مختلفة الصنع وأنه في منها مصنوع من الخشب في منها مصنوع من المطاط في منها مصنوع من البلاستيك في منها مصنوع من الأردواز بحيث أننا ممكن أكتب عليها زي ما كنا بنشوف في المدارس بالتبشير أو ما شابه ذلك طبعا هنلاقي أنها متوفرة بأحجام مختلفة في منها بحجم 8 بوصة 10 بوصة 20 بوصة 31 بوصة أي كان لكن الصح أننا في المدارس بتاعتي أو في العملية التعليمية ينبغي ألا لا ينبغي استخدام قرى أرضية كترها يقل عن 20 بوصة حتى تكون مناسبة من حيث الحجم وأفضل نوع طبعا من القرات الأرضية القرات اللي هي تثبت من قطبيها في قضيب معدني نصف دائري مسبت على قاعدة عشان إمكانية أن أنا أحركها وألفها طبعا من عراء من عيوب القرات الأرضية أنها صغيرة الحجم حيث طبعا زي ما قلنا أن أكبر حجم لها اللي هو 31.5 بوصة ولذلك طبعا بيستعام بالخرائط للأغراض الدراسية اللي بتتطلب تفاصيل أكتر من ذلك طبعا القرات الأرضية هي شكل من أشكال وصائط المعلومات البصرية غير المعروضة تستخدم للأغراض التعليمية توصيل معلومات مرتبطة بالجغرافيا بيدخل في تصنحها مواد كتير جدا في منها المصنعة بالخشب أو البلاستيك أو الأردواز أو ما يشابه ذلك في منها زات سطح الأملس وفي منها زات سطح أن بمجرد ما بمشي إيدي عليه بيكون بارز عشان توضح لي تضاريس القرات والمحتاط وما شابه ذلك تتوافر في أحجام مختلفة في منها حجم 8 بوصة 12 بوصة أكبر حجم متوافر في الأسواق اللي هو 31 بوصة طبعا يفضل استخدام النوع اللي بيبقى مسبت على محور علشان عملية أن أنا ألفها أو أدورها بسهولة جدا برضو من أشكال وصاعة المعلومات البصرية غير المعروضة غير العينات وغير النمازج وغير القرات الأرضية عندي حاجة مهمة جدا 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 اسمها الألعاب هل الألعاب الألعاب بتعد وصاعة معلومات؟ أيوة طبعا بتعد وصاعة معلومات بصرية ولا غير بصرية؟ بصرية طب معروضة ولا غير معروضة؟ لا غير معروضة لأن أنا بحصل على المعلومة من خلالها بعناية مش محتاج لجهاز لتشغيلها او لعرض محتوياتها المحملة او المسجلة علي لو انتوا فاكرين لما جينا اتكلمنا لما كنا في الكلية وقلنا اننا عندي طريقة من الطرق اللي بدأ علماء التربية وعلماء التعليم يلجأوا ليها فاكرين لما قلنا الحاجة اللي احنا سميناها التعليم او التربية عن بعض وخاصة للاطفال لما قلنا عندنا مثال او قلنا مثال لهذه الطرق اسمه او واحد عمل كتاب اسمه العالم في صور فاكرين او بعد كده جلنا واحد تاني وعمل لنا شوية العاب لما قلتلكوا الالعاب بتاعت فروبل ومش عارف فاكرين الكلام ده طيب الالعاب باختصار شديد جدا هي وسيط معلومات بصري غير معروض من النوع اللي هو غير المعروض الالعاب مهمة جدا للاطفال مهمة جدا لتواجدها في المكتبات المدرسية مهمة جدا لتواجدها في المكتبات العامة علشان الاغراض التعليمية والاغراض الترفيهية والاغراض التسقفية للاطفال الالعاب ما بترفاهش الطفل بس لا الالعاب بتصقفه وبتديله ايضا معلومات عندنا طريقة مهمة جدا اللي احنا كنا اتكلمنا عنها اسمها التعليم باللعب التعليم باللعب education by playing education by playing education by playing اللي هو التعليم باللعب والتعليم باللعب ده هنلاقيه ان هو من احد اهم الوسائل التعليمية والطربوية الحديثة والتي تعتمد على الاستفادة من تأثير الالعاب على الطلاب خاصة في مرحلة الطفولة والعمل على تحويل هذا التأثير الى وسيل التعليم ايجابية ومفيدة بتجعل الطلاب او الاطفال يتفاعلون مع المواد بتاعتهم بكفاءة كبيرة جدا التعليم باللعب له تعريفات كتيرة جدا جايب لكم تعريف بسيط له وهو انه هو عبارة عن استثمار الطاقة الحرقية الخاصة بالطفل او الاطفال والتي تعبر عن نشاطهم الجسدي والعقلي وتساعد في الحصول على العديد من المعلومات عن طريق استخدام وسائل تعليمية مسلية وهي المقصوب بها الالعاب الالعاب هي وسيلة معلوماتية بصرية من النوع اللي هو غير المعروض بتستخدم لتوصيل او لتنمية المعلومات التعليمية او لتستخدم لاغراض التعليم والترفيه والتصقيف لفئة مهمة جدا من فئات البشر اللي هم الاطفال عندي في حاجة اسمها التعليم باللعب اللعب دي وسيلة وتكنيك مهمة جدا من الوسائل او التكنيكات اللي بدأ يعتمد عليها من قبل علماء التربية والتعليم في العصر الحديث لتنمية الطفل معلوماتيا وتصقيفيا وايضا طرفيهيا طبعا عندي الالعاب او زي ما بنسميها بالدمة الدمي طبعا او الالعاب مش حاجة جديدة زي ما انتم فاكرين لما اتكلمنا عنها قبل كده لكن تها من اقدم وسائل التعليم باللعب وعرفها الانسان القديم واستخدمت خارج المؤسسات التعليمية وكان الهدف منها توجيء الاطفال من اجل التعامل مع شخصيات غير حقيقية من اجل تنمية زكأهم وقدراتهم على التخيل الدمية طبعا هي جسم بلا روح اللعبة جسم بلا روح يمثل طفل الانسان او اي شكل اخر له علاقة بالانسان عارفين العرائس؟ العرائس مثلا العربيات المكعبات العرائس الدباديب بالحاجات دي كلها دمية ولكن ليها الالعاب يعني كالحيوانات والطيور ظهرت طبعا قلنا من بداية الحضارات البشرية وتمت صناعاتها من العديد من المواد دي كالحجر الخزف القطن المطاط البلاستيك وما شابه زيك عموما ان التعليم باللعب ده بنقسمه الى قسمين مهمين جدا القسم الاول اللي هو التعليم باللعب الموجه او التعليم باللعب غير الموجه التعليم باللعب اللي هو الموجه هو التعليم باللعب الذي يعتمد على وجود خطة تعليمية واضح وبرنامج تعليمي ويحتوي على مجموعة من النشاطات التعليمية وعادة يرتبط هذا النوع من التعليم بالمدارس يعني في مدارس يجي تقولك ودي موجودة حاليا على فكرة موجودة خاصة فيه اللي هي الكيجي واني وكيجيتو الحاجات اللي زي دي بيجي يقولك أنا عامل منهج زي منهج تعليمي عندي معتمد على اللعب المنهج ده احنا بنسميه بالتعليم الموجه عندي خطة موضوعة بيتم من خلالها ان أنا عن طريق الالعاب او بخطوات معينة بوصل للطفل معلومات معينة في ضوء خطة زمنية موضوعة وممنهجة اما التعليم باللعب اللي هو غير الموجه ده طبعا اللي هو بيتم بدون الاعتماد على برنامج او خطة سابتة لذلك بل يعتمد على ان الطفل بنفسه هو اللي بيختار الالعاب اللي هي بتناسبه او الالعاب اللي هي بتناسب شخصيته او الخيال بتاعته وبيبدأ ان هو بيلعب بيها سواء في المدرسة او في منزله بمساعدة والدي يبقى تاني احنا قلنا ان انا عندي من النمازج او من اشكال وصائط المعلومات المهمة جدا اللي هي البصرية غير المعروضة حاجة اسمها العينات حاجة اسمها النمازج حاجة اسمها القراط الارضية حاجة اسمها اللعب اللعب هي وسيط معلومات بصري غير معروض تمام مهمة جدا لتزويد الاطفال بالمعلومات التعليمية او العلمية او التسقيفية بالاضافة الى طرفهم وتسليتهم عندي من الطرق الحديثة في التربية والتعليم حاجة اسمها التعليم باللعب التعليم باللعب ده في منه نوعين حاجة اسمه تعليم باللعب الموجه وحاجة اسمه التعليم باللعب غير الموجه الموجه معناه ان المدرسة تيجي تقول او تبدأ انها تحط خطة تيجي تقول الطفل عندي من سن كذا لكذا هلعبه اللعبة منذ that لكذا هلعبوا اللعبة التانية ده هين لغرض معين وتنمية ذكاءه بالتدريج فيه نوع تاني او طريقة تانية من التعليم باللعب اسمه التعليم باللعب غير الموجه وده ان انا بجيب الطفل وبعرض قدامه للالعاب وهو بيختار اللعبة اللي هو عايزها وبيلعبها زي ما هو عايز تمام تمام شكرا والتقي بكم في الجزء التالت من محاضرتنا اليوم اشتركوا في القناة